ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش اليمني في جبهة الساحل الغربي جنوب الحديدة لكن سرعان ما تتصدى قوات الجيش لهذه المحاولات اليائسة وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قواته أحبطت هجوما بحريا للميليشيا الحوثية باتجاه قرية القطابة في عرض الساحل البحري لمدينة الخوخة جنوب الحديدة بعد معارك عنيفة استمرت لساعات بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الحوثية أسفرت عن مقتل كل عناصر الميليشيا المهاجمة يأتي ذلك بعد أفشال الجيش اليمني هجوما بحريا للميليشيا الحوثية الثلاثاء في ذات المدينة عن طريق ثلاثة زوارق صيد والذي أسفر أيضا عن مقتل جميع الميليشيات المهاجمة بعد تدمير الزوارق إلى ذلك اعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف صاروخا باليستيا في سماء مدينة المخة الساحلية غرب اليمن أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية ولم يلحق أي أضرار بالمنطقة وفي السياق وصلت مقاتلات التحالف العربيشة النغاراتها الجوية على مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في مديريات الجراح وزبيد بجبهة الساحل الغربي مستهدفة تعزيزات وآليات قتالية للميليشيات الحوثية ويواصل الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي عملياته العسكرية لاستكمال تحرير الساحل الغربي وتأمين حركة الملاحة الدولية من تهديد ميليشيات الحوثي التي تتكبد خسائر بشرية ومدية فادحة خلال المعارك